يقول أطيع الله وأطيع الرسول وأقول الأمر منكم ما هذه الآية؟ أقول الأمر من هم يعني؟ اللي انطيعوهم يعني متوفرين يا شيخنا ليوم هدئة؟ والأمر نعم 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 الأمر هم في أرجح الأقوال هم الأماراء والعلماء الأماراء هناك من قال الأماراء هناك من قال العلماء ابن العربي وغيره يرجحون أن المقصودة هم الأمراء والعلماء ولكن الناس يقتصروا المسألة لمسألة كلاهما فيها طويل وقال أم تخرج عليه وما تخرج عليه السنة قالت إلا أن تروا كفرا بواحا اللي الجماعة يحولوا فيها هذه ويحولوا ما قبلها وأن نقول بالحق لا نخاف في الله لو ما تلاي ومعاش فيه كفر بواحي الآن مهما فعل هو مخرج من الملة عندهم هدوما الذين غالوا فلي الأمر النبي يقول إلا أن تروا كفرا بواحا وقال لك لا تخرج عليه لا بالكلمة ولا بالسيف ولا ابن حجر لما ترجم لحسن ابن حي يقول كان ممن يرى الخروج بالسيف وكان من أمر السلف القديم بالسيف راو كان من أمر السلف القديم في التهديب التهديب ولكن استحسانا قال العماء لما رأوا المفاسد والدماء هذا هو الأصل والآن خرج علينا من لا يقول حتى بالكلمة إلا إذا كان يعني ليس على وفاق معهم كان مش وفاق معهم يخرجوا عليه حتى بكل شيء لكنني أحيل هذا السائل إلى عهد الخلفاء الراشدين وعهد بني أمية وعهد العباسيين هذه العهود أعيدها فيها علماء فيها أمراء كلمة الحق كانت تقال العالم لا يخاف الحاكم رزقه ليس على الحاكم هذه الأزمناء هي التي ترى فيها كيف كان الرعية مع الحاكم فإذا كان في السلف في الأصحاب من قام وفي من بعده من التابعين وتابع التابعين من اعترض على الحاكم في صلاته من اعترض عليه في رفع يديه من اعترض عليه في أمام الناس أمام حشود الناس لا وأذكر أيضا بما فعله عمر وهو المحدث المحدث في الأمة لا من يرسلها إلى من يعني يطلب منه المعاش ف يعني شارك مرهم وهو وعمر كلم النبي الله سلم عليه واعترض عليه في صلاته على ابن عبد الله ابن سالول وحتى نزلت فيه الآية القرآنية أمام الأشهد عمر يكلم رسول الله ويعترض عليه طبعا باب النصح للإسلام ليس اعتراضا بمعنى اعتراض كما يقول الشيعة لكن هذا أين نذهبوا نحن هل وبخوا قال تنحي عني عمر الله خيرني وبعدين نزل الآية وبعد ذلك اعترض الأصحاب على أبي بكر واعترضوا على عمر واعترضوا على عثمان وعلى علي وبعدهم الخلفاء فالمسألة إن كنا نشكلها يقول لك نحن على السلف ثم يخالفون السلف بنسبة بدرجة مية وثمانين درجة على منهج جديد مبتدع في كثير من وصوله فيما يتعلق بالولي الأمر لقوة فصلة وقيسة على على مصلحة الحاكم وعلى ما يحفظ يحفظ الأمن والاستقرار للحاكمي ولو كفر ولو كفر بواحا ولو عطل الشريعة ولو ناقض الجاهر الله بالعصيان ولو كذب القرآن ولو 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 أعطى المليارات لمن يحدون الله مهما فعل مهما فعل من إذا مثلا السنب تكلموا على المعاصي مطلق المعاصي لكن الآن تكلموا على كفريات والعياذ بالله كفريات والعياذ بالله هؤلاء يقول إياك يتم إياك ليهنأ الحاكم ولو على أشلاء الشريعة نسأل الله تعالى العلي الأعلى الولي المولى أن يبصر الناس ولذلك هذا المدلة وهذا الذي نراه اليوم بسبب هؤلاء بسبب هؤلاء حسبحنا الآن كأن ما يحكم نترم